بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لمادة نظرية الآلات Theory of Machines ونواصل مع المحور الثالث الذي بعنوان Velocity Analysis نبدأ بالمسألة الأولى In a pin-jointed four-bar mechanism مثل ما شايفينه في هذه الرسمة المسافة AB معطى تساوي 300 مليمتر المسافة BC تساوي CD تساوي 360 مليمتر ومسافة AD التي هي Linked to the Ground تساوي 600 مليمتر الزاوية BAD في هذه الرسمة تساوي 60 درجة سرعة دوران لكرانك AB تساوي 100 دورة في الدقيقة 100 RPM السؤال locate all the instantaneous centers of rotation and find the angular velocity of the link BC حسب المعطيات سرعة دوران AB تساوي 100 RPM وبالتالي WAB سرعة دوران AB تساوي 2π حسب القانون ضرب المية تقسيم 60 وبالتالي يساوي 10.47 radians per second المعطى AB يساوي 0.3 متر هذا يمكننا من حساب السرعة الخطية للنقطة B أو لل Link B pin B عفوا تساوي سرعة دوران AB ضرب المسافة AB إذن تساوي 10.47 ضرب 0.3 يساوي 3.141 متر per second بالنسبة لل instantaneous centers أول خطوة لابد من تحديد كام عددها N حسب القانون N تساوي number of links N ضرب N-1 تقسيم 2 فحددنا أنه N تساوي 6 number of instantaneous centers of rotation الخطوة الثانية locate the fixed and permanent instantaneous centers by inspection حسب الميكانيزم عندنا 4 permanent centers اللي هي في النقطة A ما بين 1 و 2 اللي هي I-1-2 ما بين 2 و 3 اللي هي بنقطة B I-2-3 ما بين 3 و 4 اللي هي I-3-4 اللي هي النقطة C وما بين link 1 و 4 اللي هي النقطة D وبالتالي نقطة I-1-4 حسب أرنو هولت كينيديز نرسم من رسمة هذه الدائرة نضع النقاط 1-2-3-4 واللي هي ترمز للينك في الحقيقة اللينك رقم 1 هي النقطة رقم 1 اللينك رقم 2 هي النقطة رقم 2 اللينك رقم 3 هي النقطة رقم 3 واللينك رقم 4 هي النقطة رقم 4 من هنا حددنا أنه permanent instantaneous center of rotation هي ما بين 1 و 2 ما بين 2 و 3 ما بين 3 و 4 وما بين 4 و 1 منها اثنين فكسد اللي هي ال-I-12 وال-I-14 باقي معنا اثنين في البداية الاثنين هذولا هم ما بين 1 و 3 ال-Instantaneous center of rotation I-1-3 اللي يرمز إليه بخمسة ال-Instantaneous center of rotation الرقم 5 في الحقيقة حتى نربط ما بين 1 و 3 لابد أن نمر عبر اثنين من جهة وعبر 4 من جهة ثانية فالربط ما بين 1 2 3 يعطينا إيش؟ يعطينا أنه ال-I-1-3 هو امتداد لماذا؟ امتداد ل-I-1-2 I-2-3 يعني امتداد لهذا اللينك أيضا من جهة ثانية هو الربط ما بين 1 و 4 و 3 فيكون ال-I-1-3 أيضا امتداد لماذا؟ امتداد ل-I-1-4 I-4-3 أو 3-4 وبالتالي امتداد لهذا اللينك فنقطة التقاطع هنا هي ماذا؟ هي ال-I-1-3 بنفس الطريقة سنحاول تحديد ال-I-2-4 في الحقيقة ال-I-2-4 احنا نربط ما بين ال-Link 2 و-Link 4 والإنستنتانيوس سنتر رقم 6 هو ال-I-2-4 لابد لنا في الربط ما بين 2 و 4 بالمرور عبر واحد من جهة فيكون امتداد ل-I-2-1-I-2-4 وكأن دخلنا هنا رقم واحد ل-Link 1 فهذا الامتداد I-2-1-I-2-4 هذا I-2-1 عفوا وهذه I-1-4 فيكون هذا الامتداد I-2-4 على هذا الخط ومن جهة ثانية لابد من المرور ما بين 2 و 4 عبر عبر 3 ف للبحث عن I-2-4 وكأن دخلنا هنا لنك رقم ثلاثة يصبح معنا I-2-3 I-3-4 I-2-3 هنا I-2-4 I-3-4 هنا فهي على هذا الخط امتداد وبالتالي نقطة التقاطع هنا تعطينا ماذا تعطينا ال-instantaneous center of rotation رقم 6 وهو I-2-4 بهذه الصفة حددنا جميع ال-instantaneous center of rotations اللي هما عددهم 6 واللي هما I-1-2 I-2-3 I-3-4 I-1-4 وال-I-1-3 وال-I-2-4 بالنسبة للانجلر velocity of the link BC مطلوب مننا حساب WBC حسب القانون WBC تساوي VB تقسيم I-1-3 B VB حسبناها في البداية I-1-3 B نستطيع قياسها من خلال الرسمة من هنا I-1-3 B هذه المسافة طبعا الرسمة نكون رسمناها حسب scale محدد by measurement نتحصل على أنها تساوي 500 ملي متر يعني 0.5 متر وبالتالي حساب WBC يساوي 3.141 متر تقسيم 0.5 متر وبالتالي تساوي 6.282 radians per second 100 ملي متر يساوي 1.4 2.4